اشتركوا في القناة او لدغني جور دان كونداني غادي نديرو لاناليس او لتحليل ديال كل غمو على حيدة غادي نشوفو اشنا هما لفيجور دو ستيل اللي كينفاد لغمو نشوفو اشنا هما لغوجستخ دو لانج نشوفو اشنا هما لتام غادي نشوفو عو تاني غزيومي ديال كل شابتر بوحدو وكيف مما كان في المقرار الدراسي اول اول غمو كي بدو بها هي لبواتة ميرفاي حتى احنا ان شاء الله غادي نبدو بلابواتة ميرفاي نبدو على بركتي الله اليوم غادي نديرو غير واحد لغيزيومي شامل لبواتة ميرفاي عاد غادي نبدو كل شابتر بوحدو هي فيها 12 شابتر يعني ما طويلاش بزاف غادي نديرو كل شابتر بوحدو غادي نحللو كل واحد باش نفهموها مزيان كخلاصة لأشنا هي لبواتة ميرفاي هي واحد الرواية جل واحد الكاتب مغريبي اللي هو احمد الصفريوي من مواليد مدينة فاس لبواتة ميرفاي هي واحد استيرة داتية اللي قطعتنا الحياة جل هاد الكاتب احمد الصفريوي فاش كنسمعو سيرة داتية يعني أوتوبيوغغافي سيرة داتية عنا يا إما أوتوبيوغغافي ولا بيوغغافي الأوتوبيوغغافي هي السيرة الداتية فاش يكون الكاتب تيهدر على رأسه وش يكون هو الشخصية الرئيسية جنلس ولا بيوغغافي هو فاش يكون الكاتب تيهدر على واحد شخص آخر ما تيكونش هو الشخصية الرئيسية يقدر يكون هو الراوي يعني هو اللي تيعود لنا القصة ولكن ماشي هو شخصية رئيسية ديال الرواية لابواطا مغفاي كتروي لنا القصة ديال الطفولة ديال احمد الصفريوي كيفاش عاش في المدينة القديبة ديال ضواحي مدينة فاس كيعود لنا اشنو الاجواء اللي كنعيش فيها في دار الشوافة اللي هي واحد دار اللي مجموعين فيها مجموعة من العائلات كل عائلة شدة بيت كيعود لنا القصة ديالو مع الجيران وكيفاش كتدور حياته اثناء هاد الرواية كلها مع هاد الجيران الاحداث اللي كتوقع العلاقات اللي بينه وبينهم اللي بين الام ديالو مع هاد الجارات واحد شاب بيتخ كتخاسمو مع واحد الجارة على قبل تصبين حيتاش كيمشو كيصبنو في نهار واحد هادك كتاخد لان نهار جالها كيتخاسمو هادا بوحده شاب بيتخ غادي نشوفوه ان شاء الله في البواطا مغفاي كيعود لنا القصة ديالو في الجامع اللي كيفما سماه هو في الرواية المسيد كيعود لنا على النهار ديال عاشوراء اشنا هم التحجيرات اللي كيديروا بالنسبة في الجامع في المسيد وبالنسبة ايضا حتى في دارهم كيعود لنا ايضا على الزيارة اللي دار تهمه واحد الجارة قديمة كانت ساكنة معاهم في دار الشوفا ولا تساكنة برا كيعود لنا المشاكل ديالها والحوار اللي كيدور بين الام دياله وبين هاد المرأة كيعود لنا ايضا على فاش مراد كيعود لنا ايضا على فاش مشات معا واحد جارة باش يديوه الواحد الصالح والي صالح باش يزوروه حتى شمراد كيعود لنا ايضا على المأساة ديال بباه فاش مشى السوق يتقدو طحوليه الفلوس اللي كانوا غديدوز بيوم العام كي عود لنا ايضا فاش مشى بباه وخلاهم ومشى كي يخدم في ضواحي مدينة فاس باش يجمع الفلوس ويجي هادشي كامل فلاب وطا مغفايو اكتر هادشي فقط الغيز يومي مبسط باش نعرفو ولا باش نحطو رسنا في السياق ديال الرواية ان شاء الله في الفيديو القادم سنبدأو بالشابتر المول سندوله الرزوما سنشوفو أشنا هم الفيگور دياللي فيه سنشوفو أشنا هو التام ولا التام اللي كانين في هاد الشابتر وغاد نشوفو أشنا هم الرجيستر داللانج اللي كانين وأشنا هو الرجيستر دالانج اللي مستعمل هادشي كامل ركيتحط في الرجيونال يعني احنا ما غاديش نقشوشي حاجة اخرى اللي ما كتتحطش في begitu حالتد قاد نحدمو فقط هذا الشي اللي كانت في المتحان يعني نجروه الغيز يومي جالي شابيتخ وإن شاء الله غادي نخدمه حتى أمثلة ديال المتحانات جهوية إذا هاد الشي اللي كان في الفيديو جال اليوم غريبا باش نحتكم في السياق ديال البرنامج اللي غادي نبدأ ونتلقى إن شاء الله في الفيديو القادم مع أول شابيتخ في الابواطة مغفاي إلى اللقاء